وصلت وزارة الداخلية حملتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 490 قضية تنمينية بمضبطات 179 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 49 طن كما تم ضبط 70 طن أسمنت وحديد تسليح في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 60 طن وأيضا في مجال قضايا المخابز تم ضبط 725 قضية من بينها 71 قضية خبز ناقص الوزن و62 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة التوريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 10 قضايا بمضبطات بلغت 44 طن أقماح محلية